السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة حلويات اقتصادية وراقية لأم يارا وصفتنا لنا هاليوم هي الوصفة اللي طلبتوها بزاف يعني نهار درت لكم الفيديو تاع بقلاوة بعجين تلفيلو اللي كانت من ايادي الشيف احمد وكان دارها لكم هو بيانسور بكمية كبيرة يعني عملها على اساس مشروع مربح منتو ما حبيتوها بكميات صغيرة على هادي الشيف احمد رحو عاود لكم الوصفة ودار لكم مقادر صينية وحدة يعني المقياس رح يكون الكاس والمورفة نمر مباشرة تعرفوا على مقادر الوصفة وطريقة تحضيرها اول حاجة عملها جاب هنايا كيلو فارينا يعني هاد الوصفة رح تكون مقياس تاع صينية ويبقى لكم هاكا شوية تعليشوت اللي قادرين ديروا بهم لسيغا حط هنا يا في بيتخا كيلو فارينا وزاد عليهم خمسة مغارف كبار سكر وتلت مغارف كبار عسل سوري دوك نعطيكم المقادر تاع هاد العسل وزاد هنا تلت مغارف كبار لحظة اللي هي حليب مجفف وربعة حبات بيض وزاد عليهم زوج مغارف كبار زيت زيت نباتية ومغرفة كبيرة ملح ما يعادل خمسة وعشرين قرام زاد عليهم هنايا كاس زائد كاس إلا ربع ما معنتها هاد المقادر حطهم كامل دفعة واحدة في البيتخا وشعل عليها لرقم واحد وخلى هاد العجينات تعجن في هاد الفيديو رح هتلقاوا الوصفة مبساطة يعني حاول هنا يبسطها لكم كتر من المرة اللي فاتت هنا العجينة التاعي بعد ما تعجنت شوفوا كيفاش يولي القاوة بتاحها متكونش متلوقة بزاف كيما متكونش يا بزافتزاف نحا هنا العجينة عايلك كيفاش تكون حطها على طاولة العمل ومبعد غطاها وخلى هاد العجينة ترتاح عشر دقايق وهنا بعد ما فاتت عشر دقايق نحا هادك الكيس بلاستيكي وبدا يدلك في العجينة بلا ما يقطحها شوفوا العجينة كرتاحت كيفاش شراهي تبين طرية وتبين هيلة المهم بقى غريد لك فيها وبعد زاد عاود غطاها بكيس بلاستيكي وخلى هاد زيت ترتاح مدة عشر دقايق واحد اخرين اهنا بعد ما فاتت عشر دقايق جاب كميه تعنشا وهنا كتشوفوا الكميه تعنشاها كبزاف مشي معندها رح هيستعملها كامل يعني في الفيديو السابق بزاف بدوا يقولوا حط نشا بزاف لالا هاد الكميه حطها رح يخدم بشوية واللي يبقى كتر من اللي حايخدم به شد هنا العجينة فتحها هكا طويلة وبعد قسمها على زوج باش تجيها الخدمة سهلة وبعد يشد كل قطعه يقطحها على عشرة معندها هنا كميهة العجينة اللي حنلقاوهم بعد ما يقطع كامل نلقاو عشرين وبعد يعملهم هكاك شغل يبسطهم بيدو غير شوية برق ويحطهم فنشا وبعد يزيد العجينة تانية كيف كيف بنفس طريقة ويزدي حطهم فنشا وبعد يشد هاد القيطع الصغار يرمدهم فنشا يعني منزوج جيهات ويستفهم كل ربعه اراو يحطهم كيف كيف وهنا بعد ما يكملهم كامل يزدي غطيهم هكا بكيس بلاستيكي ويخليهم يرتاحوا لمدة عشر دقايق بعد ما فاتت عشر دقايق ينحي هاداك الكيس وتبدأ هنا الخدمة على الصح يبدأ يشد بالقطعة ويحلها بالحلال ويعملها على شكل دائري وبعد يحط كميهة عنشا يزيد القطعة التانية كيف كيف ويحطها فوقها ويزيد كميهة عنشا حتى يكملهم في عشرين انا احنا يح نزرب لكم الفيديو باش ما يعني ما تحسوهش مومل الليسانسيال بقى على هادا الحالة حتى يكملهم كامل وبعد ما يكملهم نحا هاداك النشا اللي كان زائد وجاب كيس بلاستيكي وحط هادا العجينة فيه وخلاها ترتاح لمدة ساعة هادا الوصفة فيها شوية اختلاف غير خفيف على الوصفة اللي فاتت هو انه هنا مستعمل شبك البخاخ تعلمة يعني كان زائد في كميهة الماء والعجينة هنا ما خليهاش ترتاح بزاف يعني هكا باش يجيكم الخدمة سهلة هنا بعد ما فاتت ساعة والعجينة ارتاحت جاب كميهة عنشا ودايما نقول لكم هادا الكميه ما راحش يخدم بيها كامل يعني هو يحطها كبزة بصح مشي ما عندها حيديها كامل شد هديك العجينة قسمها عشرة حطهم بجيهة وعشرة بجيهة اخرى وبعد بدا هكا كشغل يخبز فيها ويحاول لي يعني يبسطها غير بيت دوبرك حتى تكبر هادا العجينة وتولي بهاد الشكل يقلبها ويزيد كيف كيف يخبزها هكا ملاح ويحطها بجيهة ويزيد الهاجينة تانية كيف 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 كي ما خدم مع هدي يخدم مع الاخرى هو هكا قسمهم على زوج برك باش الجيهة الخدمة سهلة هنا حطهم كامل فوق بعضهم وبعد يبدا يشد هكا يعني بالدائرة بالورقة ويفتحها ملاح بيده ويركز على الأطراف باش ما يجوش خشان وبعد يرش كمية مليحة تعنشا ويزيد يحط الورقة تانية كيف كيف ويزيد كمية تعنشا ويزيد الثالثة وكمية تعنشا حتى يكملهم كامل غير الورقة الأخرانية برك يعني رح يفتحها شوية كبيرة للورقة الأخرين وبعد ما افتحها حطها هكا من الفوق وبعد هنا ينحى هكا النشا ويبدا يضغط على العجينة هنا مع الولي يبدا يخدمها كغير بيده برك كيحسها بدأ تترقاق هاد العجينة ثمك يبدا يخدم بالحلال هنا بعد ما افتحها زد عود قلبها الجهالي من هي وكيف كيف يزيد يحاول يفتحها هكا بيده ملاح وبعد باش يستعمل الحلال أنا هاد الوصفة صدقوني كنت حابة نخدمها لكم أنا من نهار دقت البقلاوة تا شيف أحمد يعني دي سيدات باش نخدمها لكم بكمية قليلة ميبصح البلوندو تخافاي تاعي مساعدنيش يعني هاد العجينات تطلب مساحة كبيرة والبوتاجي كما نعرفوه جاي غير صغير يعني ديق ام بوسيبل حان نقدر نفتح العجيناك على هكا هلا هادي تفاهمنا أنا وشيف أحمد باش يعود لكم الوصفة عندو بس كوا عندو لي تساعد الله يبارك ويعني ودار لكم خاطركم وقال لي معليش نعودوها لهم بكمية قليلة لقدرها اي وحدة تخدم هاد الوصفة في الدار وتنجح فيها ان شاء الله هنا كما شفتو حط العجينا فتحها بشكل طولي ومبعد بشكل مائل ومبعد بشكل عرضي ومبعد هنا يعود قلبها الجهة تانية وكيف كيف يزدي حلها بالطول ومبعد بشكل مائل ومبعد بالعرض ومبعد هنا يقسمها نحاها كعشرة دارهم في حلال والعشرة الاخرين في حلال وحدة اخر ومبعد يعود يشد العشرة الولين يعود يفتحهم هاد العجينا يعني لازم طولوا بالكم هي صح تبن شوية متعبة بصحة مع الاخر كتشوفوا النتيجة رح تنسوا كامل هاد تعب هنا بعد ما افتح العجينا عود جاب هادو كل عشر ورقات اللي دارهم في الحلال تاني ودارهم من الفوق وزاد كيف كيف بدي حلف العجينا بفتحها مليح هاد العجينا صح متعوبة الواحد يهدر الصح بصح كتشوفوا النتيجة يعني وشوفوا البنة التحارك ومح تنسوا كامل هاد تعب وهنا بعد ما افتح العجينا رقيقة جاب سنيوة هاد سنيوة طولتها 40 سنتيمتر والعرض 30 سنتيمتر واذا عندكم سنيوة كبيرة عليها تقدروا تستعملوها كما راكم تشوفوا شوفوا الزوائد اللي بقاوا بزاف معنتها اللي عندها سنيوة زع ما اقولوا 45 على 35 تقدر تخدم بها قطعه هنا كما راكم تشوفوا مستعطيل شوية كبيرة على السنيوة ماشي حاجة واحد الان سنتيم هكيك وزاد المستعطيل تاني وش معنتها؟ معنتها هاد المستعطيل اللولاني اللي فيه عشرين ورقة حيديرهم من تحتها والمستعطيل تاني اللي فيه عشرين ورقة حيديرهم من فوق نحا هنا يا هادوك ليشو تحطهم بجيها ومبعد دايما السنيوة اللي قاس بيها بيونسوغ هي اللي حيخدم فيها ينحي هنا بالورقة هنا متشدوش كامل هادوك الورقات في عشرين وتحطوهم دفعة واحدة لا لا لازم ترفدو بالورقة وتحطو باش ومبعد دايما يجيكم ورقة بقاها كايحط فيهم حتى كملهم كامل شفوهنا العجينة كيف شراهو يرفد فيها ما رهيش تتقطع هيشدارو حوجة هايلا هنا هدي الورقة رقم عشرين هيسجمها مليح حاولوا تدخلوا هادوك الجوانب والداخل ومبعد جابهنا ياموس وقطع بساعة هكت قطيعات السنيوه اللي فاددار فيها 12 بسك كبيرة هذي دار فيها تساعة ومبعد جابهنا سمن ليكون دافي وحط غراف واحد والحجم تاع هادو الغراف هو 200 قرام يمشي هادوك السمن على كامل السنيوه بهاد الشكل وبالنسبة للحشو اللي حتكون بهاد البقاة بقلاوه راح تكون بالكاوكاو انتو ما كاما طلبتو بالليل مره الجاية يكون الحشو كاوكاو على هادو دار هناي ارطل كاوكاو يكون مرحي بقشوره بسرح مشي محمص متحمصوش هنا الكاوكاو متخافوش مراهيش حجيكم كامل الريحتاو لخطرش هاد البقلاوه كي الطيب راح تطول وبالتالي هاد الكاوكاو راح يطيب راح يكشغل يتقلى في هادوك السمن ومسخانه راح يتحمص معنتها هنا بلا كنت تحمصوه لو كانت تحمصوه راح يجيكم محروق كامل وهاد الكاوكاو لازم ترحيوه رقيق بزاف متديروه شزعمه متوسط لازم يكون رقيق بش يعطيكم نتيجه مليحه مشي هادك الكاوكاو على كامل سنيوه بهاد الشكل وهاد الكاوكاو مزادله لا سكر لا قرفة لا مظهر معنتها هكك كاوكاو مقشوره ترحوه وتخدموه مباشرة وبعد ما حط هادك الكاوكاو كيف كيف يزيد يشد هادك العشرين ورقة ويحط بالوحدة بالوحدة حتى يكملهم كامل اهنا هدي هي الورقة الاخرانية معنتها هنه حط عشرين ورقة ومبعد يجيب موس وينحي هادوك الزوائد بهاد الشكل يعني نحاهم مع الحد تاع سنيوه وهادوك الاطراف اللي يبقى وللداخل يحاول يدخلهم بالموس بهاد الشكل باش قوم بعدها البقلاوك تكون طيب متبداش تتقطع يعني جيشة داروحة في الجوانب وذوكاك يدخل كامل هادوك الجوانب يبدأ يقطع فيها عادي هاد سنيوه كما قدت لكم راح تقطع لكم تمانين حبه وكما نعرفوا البقلاوه التركيه تقطع صغيره ماشي كما البقلاوه الجزائريه اهنا راح يكمل يقطعها كامل ودائما الموس لازم يهبط حتل تحتها ما عندها ماشي تتناصي لازم تقطعه بهاد الشكل وبعد ما يكمل قطحها كامل جاب الهنايا السمن اللي يكون دافي ورح يحط زوج غراف وحجم الغراف هو ميتين قرام والسمن هنايا لازم يتوزع على كامل سنيوه ما لازمش تبقى لعجينة هكا تبان باش قم بعدها كي الطيب بالبقلاوه تجي مقرمشه ما تجيش يابسه وبعد ما يكمل فراغ الكميه تع السمن كامل دخل هاد البقلاوه اللي كان شعله مسبقا على درجة حرارة مية وخمسين درجة حطها في الرف الاوسط وطيبها غير من تحتها ومدة الطهي راح تكون حوالي ساعة واحدة يعني يخلوها الطيب غير من تحتها كيتشوفوها حمارة من الفوق تفهموا باللي راهي طابت وتجبدوها وفي الوقت اللي راهي طيب هو راح خدملكم الهنايا العسل السوري حط في ايناء كيلو سكر مع خمسمية غرام ما خلطوهم جيدا وبعد حطوهم على نار متوسطة وبقى هكا غير يحرك حتي بدا هاد الماء يغلي بدا يغلي برك زاد لهم واحد غرام من اسيد سيتريك وزاد حكا بقى يحرك خله يغلي غير شوية برك وطفاله وهناي البقلاوات سيطابت و سخونة شربها بستة غرام بتاع العسيلة انا هنايا متصوروا ليش كامل مقاطع على هدي ما يشتبن لكم بزاف بصحية ستة غرام يعني بش تديروا حسابكم معنتها ما تدوش الكمية كامل بداي من حجم الغرام ميتين غرام هنا راح يكمل يشربها كامل و نروحوا لمرحلة التزيين بالنسبة للتزيين هنا تحبوا تزينوها بالكاوكا ومرحي ولا يعني الحسبوش يكون متوفر هو دار لها شوية تاع البيستاج عكا بش يعطيها لوم الشباب هنا راح يكمل يزينها كامل و نوروها لكم في طبق التقديم وهذا وضعها لكم هذا هو الشكل نهائي الوصفة نالينا هاليوم بقلاوة بعجين تلفيلو بالكاوكاو بطريقة مبساطة و البنة تحبزة في عيلة نقسم لكم هنا حبيبات تشوفوهم هو اللي خدم و انا اللي قسمت شفو كيفاش جات جات مورقة وهكا قربت لكم حبة باش تبان لكم خير شفو التوريق كيفاش جاباين وجات تقرمش و يعني بقات للمدة طويلة وهي تقرمش قسمت لكم هنا حبة باش تشوفوها كيفاش راهي لداخل جات بزاف هالي يعني ننصحكم باش تجربوا هاد الوصفة اللي على بالي حتعجبكم و اذا جربتوها ما تنسوش تبعتولي تطبيقاتكم على الانستغرام و اذا ما جربتوها شو حبيتو تطلبوها ما عليكم غير تتواصلوا مع حلويات عالي حلالي على هاد الارقام اللي راهم في الصورة دو كما بقى لي غنقلكم طلوا في روحكم انشاء الله في وصفات اخرى عن قريب مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة